السلام عليكم ورحبا بكم في القناة تعيش اشتركوا كامل بخير اليوم رح نشارك معاكم مصفرة هديرة حالة في مواقع التواصل الاجتماعي عجينة هشة بمكونات بسيطة جدا اقتصادية ما فيها لا حليب لا بيض لا زيت ولا زبدة تبعوا معايا للاخير باش تعرفوا كيفاش درت هاد العجينة إلا كنتم مشي مشتركين فاشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد من عندي وزيدوا خلونا لايك للفيديو موسيقى نبدأوا بسم الله رح نحطو كوب فارينة كاز تاع الفارينة حوالي ميتين وخمسين جرام ونزيدوا نحطو معاها تلت اربع كوب ولكاز تاع اليوخت ناتيوخ هاوليك تلت اربع كوب تاع اليوخت ناتيوخ نزيدوا نحطو معاها ربع مغرف صغيرة تاع بي كاربونات ومغرف صغيرة تاع خميرة الحلوى نديروا الملح نضيف ملعقة صغيرة ونضيف ملعقة عشاب جافة ونضيف توم جفف دخل القليلة ونضيف ملعقة العشاب جافة وفق 10 دقائق بعد ان نضيف ملعقة صغيرة ونضيف ملعقة نقطع ضائر صغيرة وضيف ملعقة لعضب ملعقة نبدأ لنشكلها الآن. قلت لكم ديروا الفارينة باش تعاونكم باش ما تلسق معاكم. والشكل انتم حرين كيفاش تديروا الشكل. ممكن ديرهم ضوائر ولا ديرهم كما درتهم أنا. المهم حلوها ما تكون شرقيقة بزاف بزاف بزاف. يعني لازم يكون فيها شوية لأنه هي ما فيهاش خميرة العجين. فمش راح تزيد تطلع بزاف ولا حتى تطلع غير شوية فقط. فما دخلوها شرقيقة بزاف. وراني شكل فيها كما شتودت الفارينة لأنها راي تتلاسق نوعا ما. ونعم تطلعها كشكل بسيط كما راكو تشوفو. ولكن كما قلت لكم ممكن ديروها دوائر كذلك. يعني هاد الوصفة مناسبة بزافة رمضة ما يكونش عندك الوقت ممكن جاهزيها في دقيقة للاخرة. ما تسنيهاش حتوين تخمر كما زعمال اللي تدري لها آآ خميرة العجين. طبعا الدوق مش راح يكون دائما الدوق راح يكون مختلف. مش راح تكون تماما تماما كما العجين اللي فيها الحليب ولا اللي فيها الزيت طبعا راح تكون مختلفة. لكن ولها ستكون غير تستحق التجربة جد خفيفة وتجي هشة. آآ خصوصا كما قلت لك كما يكونش عندك الوقت. هنا بعد ما شكلتهم راح نحطهم في السنيوة. سنيوة يكون فيها ورقة طهي. ونحط لهم سوستومات. سوستومات هاني سبقوا شاركتها معاكم. راح نخليها تكون في صندق الوصفة لكنتو مهتمين. وممكن تحطوا لهم وش حبيتوا تاني. تحطوا لها الطن. تحطوا فيونداشة. ممكن تخلوها كغرب الخودة دولها الفلفل والفلفل الحار الباصل يعني الشومبينيون اللي حبيتوا. انا هنا درت شوية التعطان. كما راكم تشوفو. يعني ولكم الاختيار. درت الزيتون. التون والزيتون والجبن فقط. هدا وش درت. وباش نكمل نخلي الوصفة تعناها اقتصادية. ما درت لهاش البيض على الحواف. راح ندل لها الحليب فقط شوية. باش اللي تسق الجلجلان. لاني انا درت لها الجلجل ممكن. يعني ستتخلى على هاد المرحلة نهائيا وتخلوها كما راهي. لكن انا حبيت هاكا تجي شابة شوية بالجلجلان فقط. فاضفت لها شوية الحليب باش يلسق لي الجلجلان. ادياني من اطراف. ممكن دف كما قلتكم البيض. ولكن خلونا في الواصلة الاقتصادية. ضفت لها الجبن المبشور. هاكدا. ونحطوها في فن مسخن مسبقا على درجة 180 دراجة. حتى وين تحمرنا ويدبنا الجبن. ونعود نولي لكم. وهدي هي وصفتنا لنا هاليوم. خفيف الضريب كما شفتو. ما تستحق جهد. ما تستحق مقادر بزاك كبيرة. يعني جد اقتصادية. يلا هنوري لكم كيف هجات الأجينة هاشة كما قلتكم. شوفو كي تقسموها. جد طرية الصراحة. جات بنينة. هايلك. كيفاش اجي. انتمنى تكون عجبتكم. كما قلت لكم وصفة سوستو. ما طرح نخليها لكم في صندوق الوصفي. لكان يهمكم. هادي هي الوصفة اللي نعتمد في عليها. في البيتزات التوعي. تجي بزاف بنينة الصراحة. شوفو كيف هجات طرية. يعني قلت لكم فقط ما ترقوهاش بزاف. بعد انه هي مش راح تنفخ بزاف. وهادي هي وصفتنا لنا هاليوم. الى عجبتكم خلو لي لايك للفيديو. وما تنسوش تشتركوا في القناة. وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كور جديد ما لعندي. وما تنسوش تشاركوها مع الاصحاب والاقارب. وانا مع الياغين نقولكم تهلوا في روحكم. ونتلاقاوا في الوصفة الجاية. ان شاء الله دمتم في رعاية الله. وحفظة. يلا. سلام.